قديما كان يطلق عليه حديث الصالونات في المصطلح يصلح لكل ما لا يمكن أن تصدق أو تكذب واليوم استفاد من الثرة التكنولوجية واتخذها مطية ليخرج الصالونات إلى فضاء أرحب ثم تطور إلى أن أصبح ما يسمى لباقة المواطن الصحفي وهو الذي يأتيك بالنبي العظيم والوضيع واليقين والكاذب دون أي اهتمام بمآلات ذلك وفي مصطلحات هذا الحديث أن من حدث بكل ما سمع فهو كذاب خصوصا إذا علمنا أن مسألة غياب الرقيب قد تميع ما ينشر وتجعله عرضة للمزايدات إذا ما صادفت هوا في نفس ناشرها وهنا أيضا ينشط أصحاب المآرب السياسية والمتخفين تحت أسماء مستعارة ومن يطلق عليهم خفافش وظلام الذين يكتبون تحت أسماء ومسميات عدة لا تعرف من أي جنس كانهم أنا أعتقد أن هذه الشاعات انتقلت من المجتمع الموريتاني الأصير إلى الشاعات التي حالا بدأت كثيرا ما تنتشر في فيسبوك هذه الشاعات دائما تكون تخدم مثلا رأي معين تكون خاصة الشباب المتسيس والمدونين المتسيسين دائما ينشرون الشاعات تكون شاعات خطيرة لها وقع قوي على نفس القارئين وقد لا يخل المشهد من لحظات طريفة وعناوين جذابة في نفس الوقت تجد البعض يسوم الناس سوء المقال وينعتهم بأبشع الأوصاف في غياب تام لأي نوع من مكارم الأخلاق ومحاسن القول الشخص ما لازم ينشر شيء يكون يعود شيء متأكد منه متأكد من مصر أولا لأنه في حال تنشره ليس سيع الغير يقدر يأثر عليه على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى ملي اقتصادي ملي يأثر عليه ومن الناحية ملي الجينية يعتبر مخالف له لأنه يعني إنشار نبي ما يعني وفي المصطلحات المتعارفة عليها أن البواطن الصحفي هو من وهب نفسه للمهنة لكي يوصل المعلومة التي يريدها وهو نوع من تعبير الأشخاص عن آرائهم وأفكارهم وربما هو الفارق بين الصحفي المتخصص والمواطن الصحفي لأن الأخير عادة ما لا يمتلك كافة مهارات الكتابة الصحفية التي يمتلكها الصحفي المتخصص أما من حيث السرعة والانتشار فالأسبقية للمواطن الصحفي كونه ينشر ما يخطر بالبال والمشاهد الحية دون المرور بمسالك التحري التي يفترض أن يمر بها المتخصص إلا أن هذا النوع من الصحافة أصبحت له مكانة خاصة في المجتمع المعلوماتي ترجمة نانسي قنقر